موسيقى نفتح الله بشير السعداوي رئيس منتدى المناظر بشير السعداوي التقافي طبعا الصرحة للتقافي تأسس أو فتح بوابه منذ سنة 2015 طبعا المنتدى التقافي وهذا المركز يتناول العديد من الأنشطاء التقافية سواء كانت في الأداب أو شعر وكذلك تتخلى له العديد من مناشط الأطفال وكذلك السياسية والاقتصادية وورش العمل هذا المركز طبعا يستضيف كل المنظمات المجتمع المدني التي تقوم بنشاطها كان عبر القاعة أويا التي تسعى 25 مقعد أو المسرح المجاهد عبد الحميد العبار التي يسعى 150 مقعد كذلك تقريبا هذا كل نعطفه مجاني للناس التي تقوم بأعمال خيرية مجانية طبعا المركز يحتوي على العديد من القاعات في قاعة أويا وفي قاعة العميد السلام محمد الشتيوي طبعا القاعة هذه خاصة بالبروفات وعديد من الفرق الموسيقية تقوم في البروفات أسبوع كامل محجوز من يوم السبت حتى الجمعة يبدو من الساعة السابعة لم يتمش إجعاز الناس في المكتبة أو في الصلاة الأخرى سوى كان فن شعبي وكذلك فن ما يعرف بالريقي وكذلك فن شرقي وعدة فرق موسيقية فنانين كبار يجوا هنا كذلك البروفات للأطفال في بعض الأغاني قدمنا عدة أغاني وعرضت حتى في التلفزيون سهمنا في العديد من المناشط التقافية عملنا أكثر من 150 تقريبا أو 140 أمسية شعرية في هذا المركز المركز طبعا احتوى طبعا استيديو متكامل لتسجيل سوى كان مثلا في كل ما هو متاح أو مسموح به القانون في ليبيا سوى كان برنامج الأداب أو الشعير أو كذلك مثلا تسجيل بعض الروبورتيجات أو الفيديوات القصيرة كذلك ختمات قرآن عملنا ختمة قرآن هنايا وبعض التسجيلات لبعض القصائد الدينية كذلك الصراح يحتوي على مكتبة مكتبة فيها أكثر من 6000 كتاب تقريبا ويقوم فيها طلبة طبعا يقل بالقراءة فيها مجاني وتوفر النت المجاني وكذلك بعض المشروبات الخفيفة كلها مجاني للمنتدى يقوم به وتوفر طبعا بدات الفترة اللي فاتت أيام كانت في الحرب وكذا متوقفنات وما سكرش المنتدى أبوابه وكان فيها الفترة اللي فاتت هذه السنوات الماضية الحمد لله سنة دي كويس الكارباة هنا ومشكلة الكارباة فكانت أنا مولد وكانت أنا تزحم الطلبة وعملنا نشاطات مع عديد من الجامعات وكذلك قمنا بعمليات تدريبية سواء كان في اللغة الإنجليزية أو في الكمبيوتر أو في كتابة أو فيما كذلك في الطباعة في الخط العربي في كل المجالات نحن شبه يومي للمسرح محجوز فوق أو الرقاعة اللي في الأسفل نقوم بنشاطات لكل الجميع مكتبة بشير السعداوي تحتوي على بعض التخصصات المهمة مثل الطب والتاريخ والقانون وعلم النفس وعلم الاجتماع وكذلك الكتب الإسلامية وبعض التخصصات الأخرى اللي في حاجة إلى طلبة يكون هنا في حاجة إليها المكتبة مفتوحة طبعا طيلة أيام الأسبوع مع دا يوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحا وحتى السابع مساء طبعا بها زي ما قلت معظم الكتب اللي احتاج الطلبة ولكذلك الباحثين فيها ربما ما يزيد على الستلاف كتاب ومرجع لجميع تخصصات طبعا كذلك فيها جزء كبير للأطفال مخصصين للأطفال وفيها كتب وقصص كثيرة وقد قامت المكتبة بتزويد بعض المدارس ببعض الكتب للأطفال بحاجة أن يتشجعهم على القراعة كذلك نرحب بكل من محتاج لكتب في تخصص نعطوه لعارة يعني مفتوحة لعارة الكتب لجميع التخصصات ولكل الباحثين